اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت واللي قبلها عن مجموعة جبيرة من المعجزات اللي عملها السيد المسيح وقت تجسده وشوفنا بعض المعجزات كانت خارقة للطبيعة الحقيقة لكن بالرغم من كده وبالرغم من ان اليهود في الوقت ده كانوا معاصرين وشافوا كل المعجزات دي إلا انهم لم يؤمنوا ده مش بس كده يا سيدنا بالتأكيد بيجي لنيفتك كل عيد قيامة فكرة أو معجزة النور المقدس إزاي هما اللي بيشرفوا عليها وهم اللي بيشوفوها بنفسهم والحد الوقتي مش قادرين يا أمن أحيانا الإنسان يكون عنيد ضد نفسه يعني فتبقى فيه حقائق واضحة جدا زي نور الشمس لكن الإنسان مش عايز صدق مش عايز يعني يخضع للإيمان لأن بعض الناس المتعلمين أو العلماء يعتبروا إن الإيمان نوع منها الغيبيات إحنا في إيماننا مش بنحب الغيبيات الغيبيات معناها بصدق حاجات هبل سمحيني في التعبير يعني حاجات كده أي خرافات بنصدقها دي اسمها الغيبيات لكن الإيمان بتاعنا إيمان إيمان فخ يعني فيه فكر وفيه رؤية وفيه موضوع بنآمن بي اليهود كان مفروض إنهم أول ناس كانوا يؤمنوا بالمسيح لأنه عندهم التمهيدات بتاعة الأباء والأمبياء والنصوص الجميلة في العهد القديم وفي حقيقة فيه قدر كبير من اليهود أمنوا بالمسيح منذ البداية اللي هما منهم مثلا أباءنا الرسل لكن فيه مجموعة تانية كان بتنظر للنصوص الموجودة في كتاب المقدس بطريقة حرفية خلتهم لا يتعرفوا عن المسيح وأهم حاجة عطلت إيمانهم بالمسيح حفظ يوم السبت اليهود عندهم السبت ده شيء مقدس جدا لدرجة بيقولوا أن الله نفسه احترم السبت استراحة في السبت استراحة يوم السبت وبالتالي أي إنسان مهما عمل منه عجائب أو خوارق للطبيعة لكنه لا يحفظ السبت يبقى هذا الرجل ليس من الله حاول طب تتفاهم ده هي خلاص مدام كسر السبت يبقى معافش ربنا طب المعجزات يقولك لا ببعا لزابول يخرج الشياطين دي قوة سحرية ده خداع بصري أي حاجة نفسرها لكن إنه يكونوا دي حاجة من الله لا يمكن تدخل دماغي طالما كسر السبت ترجمة نانسي قنقر